اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوية كل ضعيح ويا ناصر كل مظلوح السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم يا رب تكونوا بخير النهاردة يومنا بقى يوم من اول وكده من ستة الصبح طبعا ابتدينا خلاص بقى صحت بدري والاولاد خلاص لبسه ونزله خلاص على المدارس النهاردة بصراحة منزلتش محمد بابا هو اللي وداه فانا منزلتش من البيت النهاردة فطبعا كان عندي وقت اكتر ان انا اخلص شغل البيت اسرع وكمان كنت عايز انزل بقى السوق عشان كنت بصراحة عايز اجيب حاجات البيت عندي كان فاضي خالص انا بس كنت جاية معاكم المكارونات والحاجات دي لسه برضو ما جبتش الرز ما عنديش برضو رز ودقيق يعني في حاجات لسه نقصاني وبردو اللحوم ما عنديش خالص فالمهم طبعا قلت الاول حاجة كده هابدأ بها غرفة النوم هنضفها كده وغير الملاقة بتاعتها وبعد كده ادخل بقى اعطي فريزر لان بصراحة عايز انضفه لانه يعني فاضي يعتبر وكمان كان مش نضيف خالص يعني كان لازم يتنظف جدا لان كان في حاجات والنور كان قاطع والحاجات دي كلها طبعا ساحد فطبعا عملت بقى حاجات كان مش حلوة خالص فهنشوفها دولتي مع بعض فالاول حاجة يعني بقيت بيها طبعا بعد بقى ما فترت يعني اول ما صحيت كده والأولاد مش وفترت الاول انا وحمزة وبعد كده خلت بقى قلت ابدأ بقلت النوم غيرت بقى بقى استكلار الملاية وهكنز من مكنسة وهلمع بقى استكلار خشب يعني كلها كده اي حاجات بسيطة خالص ليه بقى النهاردة كده هشارك معاكم المشتريات بتاعتي والكلام ده كله ان بصراحة جالي كومنتات كتير قوي عايزين يعني عايزين تعرفوا انا يعني بصرف ازاي بمشي بيتي ازاي الكلام ده كله اه فزي ما قلت لكم قبل كده انا مش يعني انا مثلا باخد المصروف بتاعي ببقى مثلا مش محددة انا هجيب ايه بالضبط يعني انا مثلا باخد مصروفي بجيب الحاجة اللي نقصاني في البيت يعني ممكن مثلا يجي علي شهر يبقى عندي مكارونات كتير وعندي بكليات ورز وكلام من ده فمش بجيبه فممكن بالفلوس كلها مثلا اجيب مثلا لحوم والباقي ممكن اجيبها اي حاجة تانية يعني منظفات الكلام ده كله وصعب بيجي عليها وقتا عندي لحوم وفراخ وكلام من ده فمش بجيبه الصراحة يعني ممكن يجي عليها شهر ما اجيبش الحاجات ده خالص زي مثلا عيدة كبيرة كده مثلا حبي نجيبي الكلام ده منه كتير فبيفضل عندي فترة يعني يعتبر كده اخر كيس لحمة كنت عاملاه يعني اخر شهر عشرة ده فيعتبر يعني حاجة العيدة كبير بتقعد معيك فترة كبيرة فمش كل شهر يعني ماشي على حاجة معينة او مبلغ معينة المصروف اللي بغده بجيب الحاجة اللي نقصة في بيتي وخلاص فزي ما بقلتلكو انا كنت جايبة خلاص مكرونات وحاجات فالنهار ده بقى هنزل اجيب اللحوم لاني ما كانش عندي بقى اي حاجة خالص فرتبت كده قدت النوم ولمعت كده الكومدونيات بقى والكلام ده كله والكنبة دي نفضتها طبعا وحطت برضو كده الكوشنز بتاعيتها دي وخلاص على كده هشيل بقى الكوفيرتا دي وهفرشها والملاية اللي انا شلتها هدخلها بقى تتغسل على طول في الغسلة تاخد دورة يعني بحب قوي الغسيل كده الصبح وبحب ان انا انشر كده الغسيل الصبح بدري خصوصا بقى في الشتاء يعني بحس ان هو بياخد بقى للشمس وبيتهوى طبعا طول النهار بقى وفي الاخر طبعا بيتلمي يعني اخر اليوم هو الايام دي الصراحة الجو حر جدا يعني الاسبوع ده كله كده حر قوي قوي وانا بجيب ابني يعني الدهر بحس ان الشمس بتبقى حامية جدا والجو بيكون فعلا حر فانا بحب كده كم ساعة بتاع الصبح دولة استغل لهم كده واشتغل فيهم لان الجو طبعا بيبقى حلو الصبح وبقى فيه نسمة هوا كده جميلة طبعا غير خالص بعد الدور فيعني المفروض ان خلاص يعني المفروض ان ده اخر اسبوع كافي الموجة الحر دي وبعد كده الجو هيتزب التاني خلاص كده بقى خلصت القدر بتاعتي وكانستها طبعا زي ما شفت وغيرت الميلية دخلت بقى عديد فريزر قلت بقى نضافه الاول قبلي طبعا منزل بقى السوق عشان ارس الحاجة اللي انا هجيبها طبعا على نضافة وكمان شجعني اكتر لانه واقع مفوضي يعني زي ما قلت لكم كانش عندي اي حاجة فشجعني اكتر ان انا بقى اطلع كل الادراج واخسرها كويس جدا بصراحة مش بخسروا كتير يعني اوي لان انا حطا في حاجات فبكسل انا اخرج كل الكلام ده اه واخسله وارجع رسوم تاني فيعني بكسل شوية اه بس ممكن بقى اخسل مثلا درج درج يعني لو في درج مثلا في دي عندي اه ممكن اخسله يعني الوحده مش شرط ان انا اخسر الديد فريزر كله مرة واحدة فالمرة دي بقى كان كله كان فاضي يعتبر اه فغسلت كل الادراج بتاعته وغسلت هو كله برضه اه قلت بقى كده عشان طبعا الحاجة تترست كده على النظافة بتبقى طبعا حلوة يعني اه بخسروا بالبريل اللي هو العادي البريل اللي هو البريل اللي هو الاصلي يعني بخسروا به طبعا ببقى ريحته كده كويسة جدا اه وانا بحبه عن متى او انتوا يعني اللي متابعيني عارف انا بحب المنظفات تبقى لها ريحة كده حلوة بحبه وانا شغلة كده اشم ريحة حلوة كده بحس ان انا بتشجع اكتر فطلعت كده كم درج دول وغسلت كل الادراج اصلا اه والبقى نشفتهم يعني الحاجة اللي كنت بخسلها بنشفها بالفوتا واسبها طبعا برضه تنشف تتهوى وبعد كده هدخل دلوقتي بقى على الديف فريزرز هتنفسه بقى اخسله كويس قوي سألتوني برضه عليه كتير قوي يعني في كومنتات اه ده انا كنت جاباك من حوالي 6 سنين اه هو نوع قليكتولستار هو حلو قوي 5 درج اه كنت جاباك كان بقى طبعا كنت جاباك بسعر رخيص يعني هو دلوقتي غلي انا كنت جاباك بتلات تلاف ومتين او تلات تلاف تلتمية في الحدود دي اه دلوقتي هو غلي شوية يعني تقريبا دلوقتي ممكن يعمله اربع او خمسة مش عارفة الصراحة بس اكيد يعني غلي مع الحاجة اللي غليت لكن انا عمتا كنت جاباك قبل الغلاء او اللي حصل ده انا كنت جاباك قبل الكلام ده كله بصوا بقى منظر دي فريزر طبعا صعب جدا اه دي اصلا كانت تماطم والكيس اتقطع فيها يعني اتقطع في ال وانا بفك اتقطع اه وطبعا لزق برضه في الدرج فلما النور اقطع في مره يعني واذي فريزر في دل تولي الليل كان من غير كعربة اه طبعا الحاجة اللي فيه كانت فكت وعملت المنظر انتو شايفينه ده المهم طبعا كله بيتمسح وكله بينضف فدلوقتي جت بقى كده على الباب برضه من جوه برضه رشيت دلوقتي كده خل ومية وبريل وبالفوتة كده ومسحتوه بتمسح على طول كده كده بس استراحة البقع اللي كانت في الدفرزة خليت مني وقت شوية انه طبعا ما كانتش نديفة خالص وخرجت برضو عالباب كامل برضو هو كمان هو لونه سيلفر كده وتحست ان هو يعني منقض كده ببرونزي يعني ولونه يعني مش عارفة يعني لونه كده سيلفر برونزي يعني لونه حلو قوي انا شفت بقى كده الأدراج بالفوتة طبعا دي فوتة ننظيفة خالص بقى غير خالص اللي هي بتاعت الرخامة هنشف بقى الأدراج كلها عشان طبعا احطها بقى نشفة وبعد كده بقى هرس الحاجة اللي كانت موجودة انا كان عندي بس كام كسة باميا اللي كنت عميها معاكو التماطم كانت خلاص كانت خلصت من بدري جدا وبس كان عندي اللي هو التلات أكياس باميا دول وكان عندي اللي هو الخضرة اللي انا كنت أدركوا عليها وفلفل ألوان خلاص كده بقى خلصت نزلت بقى السوق ولوحت جاية بقى الفراخ اللي انا كنت محتاجاها اول حاجة اللي كنت جايبها بصوا بقى انا طبعا اول حاجة سألت عليها انا بحب جدا او احنا بنحب اول بنيه هنا في البيت فسألت وقلب 80 جنيه كيلو طبعا لقيته يعني غالي بصراحة استغليته فالمهم قلت له خلاص هاتلي 3 فراخات يكونوا كده كبار وقطع هولي بقى يعني قطع لي الوراك لوحدها والبنيل وحده والكبد والأونس لوحدها قلت بقى الكلام ده كله هينفع وهيعمل معايا كذا واجبة فزا ما انتوا شايفين بقى كده عملي طبعا عملي كذا أكل هتشوفه في الآخر دلوقتي كده هنضف الأوراك بتاعت الفراخ بشيل كده الزلال اللي عليها دي وطبعا دلوقتي هحط بقى حاجة معاكو هتخلي الزلال ده كله يتشال بكل سهولة اللي هي معروف جدا يعني بكلنا بنستخدمه اللي هو دقيق الدرة صراحة حلو قوي قوي بصو بيضيع أي راحة الزفارة خالص من الفراخ يعني أي حاجة يعني أي حاجة انت شام راحة مش كويسة لها بحط دقيق الدرة بيضيع خالص راحة الزفارة فانا دلوقتي هستخدمه طبعا شطفتها كده الأول شطفة عادية بالمية وطلعت كده يعني شلت الزلال لقد ما قدر ودي كده ميت اللمون اللي أنا حطها في التلاجة كده كده أنا كل شوية بغير المية بتاعته فقلت بدل ما رمي المية بتاعته هحطها قيعة الفراخ طبعا برضه اللمون وميوته بتبقى حلو قوي دي كده الفراخ مع الأجنحة والرقبة والكلام ده كله طبعا هو خلل استدور فاتبقى طبعا اللي هو الهيكل بتاع الفرخة من فوق ده برضه هنعمله في أكلة تانية لوحده يعني كل حاجة ايه هتنفع وجبت بقى فراخ بلدي الجبت اللي هي الفراخ اللي هي قل اللي هي الشامورت دي دي كان الكيلو منها بخمسين جنيه والفراخ البيضة الكيلو بخمسة وثلاثين جنيه بس لأ هو قل بستة وثلاثين جنيه � المميزة الكيلو مثل تماما كده خلاص برضه هشتفه بستطفة بسرعة انا بحب الفراخ البلدي بقى في السليق جدا مابسراحة ما بحبش خالص اصل Logan يعني مش بنحب ناكلها håكده مسلوقة او متحمرة بنحب ناكلها قوي قوي سنية بتبقى حلوة جدا ولو مثلا هتعملها فيراخ كنتجي او تحمرة بالفيجيتار برضو تبقى حلوة واوي لكن الفراخ البلدي تبقى حلوة جدا في السلوية شربة فجبت اتنين برضو وده طبعا الصدور بتاعت الفراخ اللي انا جبتها هو حتى تتخالي كده في اطباق ثلاث طبعا ثلاث صدور كاملين هو قال لي قطعه لك قلت له لأ عشان يعني قلت بقى انا ايه هعملهم في البيت مع نفسي عايز اقطع واحدة كده زي شوارمة وواحدة اعملها مثلا المكعبات صغيرة خالص المكارونا اللي هي بالفراخ وتبقين بقى اقطعهم كده زي ناجتس اللي هي بدل يعني البنيمة يكون من قطع شرائح كده لأ انا عايزة اقطعه كتعة رفيعة كاتويلة بتبقى احسن بكتير خصة بقى في الصندورشات الصبح والأولاد رحلين مدرسة بتبقى حلوة جدا وبتنفع عياني اكتر فدلوقت كده برضو نقعت كله كده بلمون ومية واللي هو دي ايه الدرة وجيت بقى على الكباد والأوانس دي بقى طبعا الكباد والأوانس بتاعت الفراخ البيضاء والفراخ البلدي حطتهم كده على بعض كلهم وبردو هخسرهم بنفس الطريقة وقلت برضو في مرة أبقى أعملهم برضو في أكلة فهخسرهم الأول طبعا كويس قوي وبعد كده بقى هقطعهم كتعة صغيرة وهحطهم برضو في كيس يبقوا جاهزين على طول هحضر دلوقتي بقى البصل بالفلفل كده دي الفراخ اللي هي تحط في الفريزر اللي هي الأوراك والهيكل بتاع الفراخ وبردو الفراختين اللي هي البلد دي برضو يعني كده ايه هتبقلهم وماشرهم برضو بقى جاهزين كده على الصريقة على طول سألتوني بقى كده على الكابة دي كتير قوي الكابة دي أنا كنت جايبها من على جروب على الفيسبوك هي الكابة كده يدوية بصراحة جميلة جدا جدا ومشاء الله يعني بتفرم البصل حلو قوي وخفيفة يعني في الإيد مش متعبة ورأي حاجة صراحة كنت جايبها ب120 جنيه أنا شفتها دلوقتي أرخص من كابة كتير يعني أنا جايبها من صراحة أول ما طلعت دلوقتي شفتها أرخص من كده تقريبا عاملة 90 جنيه أو 100 جنيه في الحدود دي بس أنا بخطي جايبها ب120 بس الجروب والله مش فاكرة خالص هو اسمه ايه ولا فاكرة خالص لاني جايبها بقى لي كده حوالي سنة فالحقيقة مش عارفة الجروب ايه بس هو كان على الفيسبوك يعني كده بقى البصلية أن أنا فرمتها كامة على الفلفل اللي هو الأخضر الرومي ده ده مش حامي ولا أي حاجة بس الصراحة بيدي كده راحة فظيعة مع البصل معتت بلت الفراخ حطيت بقى فلفل اسود وحطيت حبهان وحطيت ملح وهقلب كل الكلام ده كويس جدا وهبدأ دلوقتي بقى كده أشطف كل الفراخ دي من طبعا من الدقيق واللمون والمية بالكلام ده كله هنا بقى أول حاجة هبدأ بيها الكباد والأوانس عشان طبعا دي بتتهري يعني ما بتعطش كتير في اللمون والمية والكلام ده أول حاجة يعني هبدأ هي بيها هشطفها كويس جدا والدهون اللي هي بتبقى في الأوانس دي يعني مش بشيرها صراحة كلها يعني بحاول كده أنا أخفي منها لكن هي بتبقى حلوة بتدي طعم صراحة حلو برضو في الأكل فأنا مش بشيرها يعني كلها كتير يعني بخلي برضو ايه حاجات كده بسيطة خالص منها دلوقتي بقى بصتو هشطف بقى أو اخسل الفراخ بصتو بقى دي الدرة بيلزق كده في الزلال بيخليه يطلع معاك بكل سهولة وبييظهره أكتر يعني فأنت بيسهل عليك جدا وكمان ريحته بتضيع خلص ريحت الزفورة صراحة حلو جدا يعني أنا بحبه قوي بغسل الطيور ما بستغناش عنه الحقيقة فهبدأ كده أشطف كل الفراخ اللي معايا دي وبعد كده نبدأ بقى نشوف هنعمل ايه جبت بقى الكباد والأونس لما تركه أول حاجة طبعا مش هشيلها كده في الفرزر يعني قطعة واحدة عشان ما تتعبنش لما اجي خرجها يعني لما اجي خرجها بقى أنا هقطعها قطعة صغيرة على حسب ما أنا ما بستخدم وهشيلها في الفرزر على كده ليه بقى عشان لما يجي بعد كده أطلعها أطلعها على النار كده على طول ما استناشي ان هي تفك أو الكلام ده كله فأنا هقطع كده الأونس على اتنين اللي هي الصغيرة والكبيرة ممكنها على تلاتة والكباد والأونس على حسب بقى منت ما بتقطع يعني الحاجة بتاعتك وبعد كده مش هتبيلهم بقى والأي حاجة مش هحطت أي حاجة خالص معيهم أنا كفاية قوي على كده وبعد كده هحطوهم في الأكياس دي الأكياس دي كنت جايبها من أولاد رجب هي خمسين كيس بتمانية وستين جنيه تقريبا بس هي طبعا انتوا عارفين الأكياس دي حلوة قوي قوي وأنا استخدمتها حبتها أكتر يعني لقيتها فعلا ما بتاخدش مكان في الفريزر وفي نفس الوقت محكمة الغلق فطبعا مش هتطلع أي ريحة في أي حاجة فهي صراحة جميلة جدا فحطت كده فيها أول حاجة الكيس الكباد والأونس ده بقى يتعامل جنبرز أبيض وشوية صلطة وطحينة تبقى غدوة جميلة جدا أنا بصراحة بحب الأكلة دي أول هنا بقى الفراخ اللي هي البلد دي هتبقلهم بالشكل ده كده من جوة كده ومن بره برضو تطلع برضو من الفريزر على الشربة كده على طرق أو على الماء يكون بتغلي فبردو طبعا الحاجات دي كلها هتساعد معاكي وكمان مش تاخد منك وقت هنا بقى بسطو أنا استصغرت الفراخ قلت يعني الفراخ دي كانت حوالي كده كيلو ونص أو اثنين كيلو لربع فقلت كده أحطهم في الأكياس دي فلقيت الكيس مش هتقفل المهم إيه طبعا بقى فكرت بقى بزكائي قلت أحط كيس تاني عشان أقفله فطبعا نسيت خالصة أنا عندي أطباق اللي هي الفل المهم طبعا بعد ما حطت بقى الفرخة دي قلت التانية دي لأ مش أحطها كده وأحطها في الطبق اللي هو الفل دلوقتي هتشوفوه المهم طبعا بعد ما عملت دي شلتها برضو تاني لأن لعيتي الكيس كده مش عايزة تقفل برضو فقلت يعني بدل ما تشين مريحة من الفريزر أو أي حاجة لأ تكون أحسن مقفولة بتبقى أحسن طبعا بكتير حاجة هنا بقى على الحاجات دي اللي هي الأوراق والهياكل بتاعت الفراخ واللي هي الأجنحة والرقبة والكل الكلام دا مش برمي الكلام دا الصراحة بيبقى حلو برضو ممكن تعملي بيش حتى شوية شربة يعني هينفعوكي في أي حاجة هتبل كل الكلام دا هتبل الأوراق كلها وهتبل كل الأجنحة والكلام دا كله وهقسمهم بقى على ثلاث أكلات طبعا الوراق كبيرة زي ما قلت لكم أنا جايبة ثلاث فرخات الفرخة كانت كيلو اتنين كيلو ستمية فطبعا كبيرة قوي حتى تلاقوا الصدور بتاعتها كبيرة فأنا اتعميت تجيبها كبيرة كده على أساس إن أنا مثلا يطلع لي كمية بنيه حلوة وفي نفس الوقت الوراق ما تبقى ثلاث أوراق لينا إحنا إحنا أنا ولادي يعني وجوزي تبقى حلوة جدا علينا فدلوقتي كده هقسم برضو كنت بص برضو كنت برضو عايزة أحط الوراق في الأكياس دي برضو رقيتها صغيرة قوي فرجعت بقى في كلامي خالص قلت لأ خلاص الأكياس دي تبقى ليها بقى إيه اللي أنا استخدمتها عشان بهدلتها قلت أحطها كده على الطبق الأول اللي هو الفل دا وهرجع بها أضيفها عليه أو أحط عليه الأوراق اللي أنا هعملها في الأكلة زي ما قلت لكم بصوا الوراق مش قولها كبير فقلت أخلي كل تلاتة في وجبة فدلوقتي كده هقسمهم بقى على وجبتين دول كده اللي هم الوراق بتاعت الفرختين وهجيب بقى الطبق اللي هو التالت هضيف فيه كل بقى الحاجة اللي احنا دلوقتي اللي هي دي اللي هي الأجنيحة والرقبة بصوا دي اسمها هيكل هيكل الفرخة من فوق كده فدي برضو بتبقى حلوة يعني بتنفع برضو في حاجات كتير يا إما تسلقيها تعملي كده شربة يا إما تعمليها مثلا في سنيب بطاطس تبقى برضو جميلة جدا فهي يعني طعمها برضو بيبقى حلوة هجيب بقى الستريتش راب وهقفل كل الأطباق بتاعتي دي بالشكل ده طبعا أنا كنت نسي خالص الأطباق الفلي دي فطبعا هي أحسن بكتير بالنسبة لما يكون معاكي طبعا حجم يعني حاجات كتير زي كده أنا كنت نسيها وكنت نوي أن أنا أحط الكلام ده كله في الأكياس اللي أنا كنت جايبها فطبعا الأكياس تغيرها هو فيه منها على فكرة أكبر يعني بيكون فيها منها مأسات وأحجام بس أنا قلت دوات حلوة في التخزين على أساس أن أنا كنت تخزين فيه يعني طماطم وخضار والكلام ده كله بس هي الصراحة حلوة قوي قوي لما خزنت معاك وفيها طماطم كانت كاملة جدا جدا يعني بطلع كده الكيس أقطع منه الجزء اللي أنا عايزاه والباقي طبعا بسيبه جواه فهو حلوة قوي بصوا بهنا الفراخة هي هحطها هي كمان في طبق فل وبرده هقفلها بالستريتش ريب كده الصراحة أحسن وكمان الأكياس كده الطبق كده على قدها فالكيسين بالصراحة كانوا مفتحين اللي اتنين فما كانتش نافعة خالص بصوا بقى دي كده مش وجبات الشهر بتاعتي أو مش خزيني الشهر بتاعي أو الكلام ده لأ أنا زي ما قلتلكم أو زي ما فهمتكو أن أنا بجيب الحاجة حسب احتياجاتي مش يعني أنا باخد مصروف آه كل شهر بس ساعات بيفيد معايا من مصروفي ده بشيله للشهر اللي بعده ساعات ما بيفيدشي على حسب الحاجة الموجودة عندي أو على حسب ما استخدمت ايه الشهر ده أو كاننا ايه أو عملنا ايه بس كده فجده جبت بقى واحد كده من الصدور دي عملتها كده كتع كتع اللي هي يعني بصوا واحد يعني هم بيبقوا زي اتنين كده واحد قطعته زي شاورمة يعني كتع كبيرة ده أول كيس ده قلت ده أعمله مثلا في مرة شاورمة والتاني ده قلت هقطعه كتع مكعبكة صغيرة خالص ده بقى هعمله مع المكارونا اللي هي بالبشامل بيبقى حلو قوي تغيير برضو عن اللحمة المفرومة وكمان في نفس الوقت الولاد بيحبوها أكتر تلاقوا كده الأولاد الصغيرة كلها بيحبوا الفراخ أكتر من اللحوم فبقى كده هقطع وبصراحة يعني الربع الصدر ده عمل معايا كمية حلوة قوي يعني ده كده يعمل معايا صنية مكارونا حلوة جدا الباقي بقى ده كله هقطعه بقى ايه هقطعه زي ناجتس كده زي ما قلتلكم كله طبعا احنا بنحب البنية زي ما قلتلكم كمان الأولاد بيحبوه جدا في المدرسة فهو هقطعه ناجتس كده زي قطعة طويلة شوية ده بتبقى حلوة جدا في الصندويتشات الصبح الأول طبعا بيبقى فيه كده عد مكاة صغيرة فيه شليها طبعا الأول بس كده شلت الأول اللي هو الحيطة اللي هي بتبقى من تحت دي بتبقى أصلا منفصلة خالص عن الصدر بتاع الفراخ فبشرها هي الأول وبعد كده بقطع بقى الفراخ بالطول كده بتبقى حلوة جدا الطريقة دي بصراحة جميلة قوي وكمان الأولاد بيحبوها أكتر خلاص كده هقطع كل بقى اللي بقيت بقيت السدرين اللي معاي هقطعهم كيب الشكل ده وهوزعهم بقى على الأكياز بتاعتهم يعني عملت كل سدر كامل في كيس اتقطعه ناجتس كده ده ممكن مثلا نص كيلو يعني أنا مثلا نص كيلو بالنسبة لنا حلوة جدا يكفينا وجبة وده قطعته كمكعبات صغيرة قلت للمكارونة وده قطعته يعني كده ع طويلة شوية عملته للشاورمة والفراخ زي ما انتوا شايفين كده فرختين هيتسلقوا والبقية يندر كلهم كيس صواني بس كده طبعا كده نكس الكبات والأوانس كنت حطته في الفريزر طبعا كنت نسيته بس هتطلعوا دلوقتي وكمان ده برضو هيبقى أكلة معانا في يوم يعني يتعامل جنبرز أبيض وصلطة زي ما قلنا وهيبقى حلوة أبو خلاص كده تعالى بقى نحط الحاجة في الفريزر بتاعها بقى طبعا بعد ما تغسل بقى وبقى نظيف كده وجميل هرس بقى الحاجة كلها فيه عايز أقول لكم ان انا جبت كمان خضاري النهاردة بس مش هادر اعمله النهاردة لاني تعبت جدا انا خلصت كل الكلام ده كنت حاولي كده ساعة أربعة طبعا كنا خلاص بقى بعد ما تغدينا يعني انا قلصتهم قبل ما طبعا ما نتغدي فبعد ما تغدينا بقى قعدنا نعمل هومورك بتاعنا فما كانش في وقت خالص للتنظيف الخضار او الكلام ده فقلت بقى ان شاء الله اعمله معاك وبكرة وبرده هنزلكوا الفيديو بتاعه انا عاملة كده استراحة دورجين عندي للفراخ او اللحوم بحط فيها يعني الفراخ في دورج واللحوم كنت بحطها في دورج بس النهاردة بقى ايه حطت الاثنين استنتهم كاعة دورجين وده كس الكبد والقوانس هو كمان وكده خلصت الحاجة بتاعتي دخلت بقى كده عامل بقى الغداء عشان طبعا استعد الوقت كانت اثنين ونص تقريبا فكد طبعا لازم ابتدي اوقف الغداء عشان مرون بتيجي استراحة الساعة ثلاثة طبعا بتيجي طبعا عايز اتاكل لان هي بتمشي من ستة ونوص الصبح فبتقعد استراحة كتير جدا جدا اه وانا بنتي من نوع اللي بتحب او الاكل البيتي يعني ممكن الاكل اللي بتاع بره ما بتحبوش يعني مثلا زي السندوتشكة ما بتحبهاش اوي برده ممكن ترجع بيها لكن هي بتحب اوي الاكلة دي وانا بصراحة قلت بقى اعملها لها اه طبعا الكوسة من ضمن الخضائر اللي انا جبتها النهاردة واللحمة المفرومة من ضمن الحاجة اللي جبتها النهاردة يعني انا جبت النهاردة كيلو لحمة مفرومة شلت نص كيلو في الفريزر وعملت نص كيلو النهاردة اه نص كيلو طبعا مش كتير ولا اي حاجة ان انا مش هعمل جنبها فراخ ولا لحمة تاني يعني أنا بستكفى باللحمة المفرومة اللي بتكون في الكوسة فدي بتبقى يعني إيه زي بورتين وخضار وطبعا الرز نشويات فبتبقى وجبة يعني كاملة متكملة فمش نقص أي حاجة كده عاستكت عادي اللحمة عادي خالص وبصلايا كده تكون كبيرة شوية ونزلت بالنص كده لحمة وحطيت بقى البهرب بتاعتنا وبعد كده طماطم معصورة طبعا ومتصفية ونزلت بالكوسة وشوية مية كده مغليين مش كتير قوي عشان كده كده أصلا الكوسة بتنزل المية كتير وطبعا أول ما دخلت في السوا كنت مسخنة الفرن وبعد كده هحطها في الصينية باياريكس كده ودخلها بقى الفرن هتقعد طبعا شوية وبعد كده هديها بقى برضو كوش كده من فوقها تبقى كوى حلوة قوي الأكلة دي بصراحة احنا كلنا من عشاءها يعني يا جميلة قوي قوي وعملت بقى جنبها رز واحدة وواحدة كده تبقى حلوة جدا جنب الكوسة باللحمة المفرومة جبت كده بقى الأشكال دي بتاعت الرز كنت جايبها من معرض هنا عندنا في السيدة عيشة جميل قوي الاربع مع بعض كانوا باربع وعشرين جنيه اربع أشكال فهم شكلهم حلو جدا بصت بقى كده استنيت الكوسة بعد ما طلعت طبعا عايز أقول لكم ريحتها تحفة جدا وطعمها كان رهيب رهيب بجد يعني لو انت حابة تحطي عليها بشامل وتدخليها الفرن تبقى حلوة قوي بس انا عشان بنأكلها برز بحبها من غير بشامل ده بقى الفيديو بتاعنا النهار ده يربي كي يكون عجبكو وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش بنشتركين وقال لكم باي باي مع الف سلام